تقدمني رجل للزواج وأنا ما راضي عنه ما أنا متقبلة هذا الإنسان فأبوي يعني يضغط عليه في البيت عشان بس أني أوافق وتزوج هذا الإنسان فأريد توجيها يكون متحفة إلي أخير إذا كان هذا الرجل يعني صاحب دين خلق فالنصيحة أن تتزوجيه إرضاء لأبيك وقد نصح الشرع بذلك وأما إذا لم يكن صاحب دين خلق فلا توافقي حتى لو ضغط عليك أبوك وقولي له إن رضا البنت لا بد منه لا بد منه لا يجوز لا يجوز إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد هي التي ستعيش معه وهذه حياتها كيف تجبر على الزواج بمن لا تريد وإذا كان الأب لا يجبر ابنه على أكلة لا يريدها فكيف يجبره فكيف يجبره على زواج لا يريده والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وأخبرها بأن لها أن ترد نكاح أبيها لها ذلك مدامت قد أكرهت على النكاح بمن لا تريد فالصحابية هذه رضي الله عنها وافقت على الاستمرار لكن قالت لي يعلم النساء حتى يتعلم الأمة أنه ليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن تكره